في فرق بين الوصاية والوصية فرق كبير والوصاية والولاية برضو في تدخل بس هم مختلفين لأن الولاية حاجة والوصاية حاجة والولاية والوصية برضو مختلفين لأن الوصية هي تبرع مضاف لما بعد الموت إنما الوصاية هي الإشراف على القصر أو ما لديهم نقص في الأهلية لو قلنا في رابط بين الوصاية والوصية والقوامة أو القوامة أيوة هي مصطلحات فيها تداخل فالقوامة لا تكون إلا على ناقص الأهلية الكبير الذي تخطى صن الرجد ولكن عنده عيب في الأهلية دي اسمها قوامة لأنه يعني عيب من نقول عليه تحت الوصاية فنقول عليه تحت القوامة باختصار شديد هل تكون الوصاية من حق الزوجة أو من حق الزوجة في حالات معينة وبضوابة معينة هل القانون الوضع الجديد للأحوال الشخصية يتمهى مع الشرع الإسلامية في الوصاية والولاية؟ هو وخدها وفقا لرأي الجمهور لكن في التعديلات لسه في دعوات لجعل الأم وصية بعد الأب على طول كفقيق دستوري وقانون الأساس دكور محمد نجيب عوضين توافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد في ميزان الشرع؟ الكمال لله واحد فيه أمور كثيرة جدا حتى مع محاولة التعديل لكن لازالت قاصرة وتحتاج إلى رعاية أفضل من ذلك الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بكليات الحقوق جامعة القيارة الأمين العام الأسبق للمجلس الألى للشؤون الإسلامية حلقة جديدة في برنامج القضية أهلا بكم أهلا وسهلا دكتور محمد ماشاء الله يا دكتور متمكن في القانون أنت كنت حب القانون يا دكتور هو علم يدعو إلى التفكير وأعمال العقل فدي ميزة زي المنطق كده يعني هو علم منطقي صحيح هو فيه مخالفة للراجح من أقوال الشرع الإسلامية لكن هو فكر منظم دراسته مفيدة لأنه بيعتمر تفسير النصوص وشرحها وده أمر مشترك مع الشريعة وصول الفقه فيه باب كبير اسمه تفسير النصوص فإذا فيها علاقة بين الفكر هنا وهنا بس الأفضلية جاية للشرع عليه لأنها مصدريتها الله سبحانه وتعالى والسماء والنصوص أما القانون فهو مصدره البشر والفكر البشري كأستاذ دكتور محمد نجيب عوضين أنت فيلسوف في القانون بـ HD في القانون كم سنة دكتور ماشاء الله أستاذ بالقانون والله من بداية دراستي للقانون مع الشريعة من سنة سبعين جميل أبنى يا بركة عددت رسالة للماجستير مقارنة بين الشرع والقانون الماجستير الدفع بعدها بالتنفيذ دراست مقارنة بين الفكر الإسلام والقانون المدني الدكتوراه عنصوا للمدة وأصروا على العقود دراست مقارنة بين الفكر الإسلام والقانون المدني ثم حوالي 20 بحث من ضمن أبحاثي الكثيرة كلها دراست مقارنة بين الفكر الإسلام والقانون جميل إلى من تميل الغلبة كباحث وناقد بغض النظر عن كونك مسلم نعم كواحد من علماء القانون والدستور وعلماء الشرع في نفس الوقت نعم إلى من تميل المزان الراجع أنا لست منحازا وإنما التفاصيل الكثيرة التي أبدع الفقهاء فيها لما يصل إليها أي قانون فعلا من القوانين ولا حضرتك حتى كفقيه دستوري وقانوني مع الناس لا يمكن بحل من الأحوال أنا أميل أحيانا وأقول أن القانون أخذ بما ذهبت إليه الشريعة لكني أبحث في الشريعة فأجد أن نطاقها أوسع فهناك أمور تنولتها الشريعة لا توجد في القانون هنا ده سؤال حضرتك هل غض القانونيين والدستوريون الذكر صفحا عن الشريعة الإسلامية انتصارا للقانون أم جهلا منهم أم يعني إهمالا معظم القانونيين يحترمون الشريعة الإسلامية ومصدرياتها في أمور كثيرة ويضعونها في كتبهم بل الأعجب من ذلك أن المفكرين القانونيين الأجانب كالفرنسيين بصفة خاصة والألمان يميلون إلى تأسيس بعض القواعد القانونية على أساس الشريعة الإسلامية معقول نظام الشفعة مثلا هم مطلعون على الإسلام نعم هو ده ما يميزهم أن هم مش عنصريين وبيبحثوا عن الفكر أي مكان الله فبيروحوا مثلا لموضوع زي الشفعة يقولوا نعترف بأننا أخذناه عن الفقه المالكي الإسلام ويضعونه في قوانينهم ويعترفون بأنه مأخذوا من الفكر الإسلام وإحنا نستورده منهم وإحنا نخده لقول إحنا واخدنه عن القانون الفرنسي ما نقولش عن الشراء الإسلامي ما نقولش عن الشراء الإسلامي دكتورة كلاوف خطير الأمر الثاني مثلا موضوع زي مجلس العقد لما أبو حنيفة الفرنسيين قالوا وهذا الرجل هو أبدع من عرف مفهوما دقيقا لمجلس العقد حتى إنه قال إنه ممكن يكون في مجلس عقد في سفينة تسيره في البحر فعندما يريد أحدهم أن يتفرق هل يلقي بنفسه في الماء هو نفسه طرح السؤال قال إنه إذا كانت السفينة من عدة طوابق يترك الطابق الموجود فيه الشخص التاني ويصعد لأعلى ده معناه إنه رافض طب قلنا له طب وإذا كان قارب صغير ما فيش فيه أدوار قال يستغرق طويلا في النظر إلى الماء ويعطي ظهره للطرف الثاني فالفرنسيين لما قالوا الكلام ده ألونا لا ده عبقرية فكتبوا في كتبهم أن فكرة مجلس العقد هي فكرة رائعة للإمام أبو حنيفة وأخذوا بإرائه في هذا جميل أنا يعني مسرور بالقاتل مع حضرتك كهمزة وصل بين الشرع الإسلامي وبين القانون الوضعي من هذه الأمور مسألة الوصاية والوصية ما مفهوم الوصاية والوصية في ميزان الشرع والقانون الوضعي موضوع مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وضع حلولا لكافة مشاكله فالإنسان بيولد طفل ثم يتطور به الحال كذا كذا طيب الحياة الأساسية في الدنيا تعتمد على الأسرة والأسرة زوجين طرف أول وطرف تاني طب عندما تستقيم الحياة الزوجية فالحياة شركة طبيعية من غير من أسهم وصحيح أن الأب أو الزوج بس هنا بقى له قوامة يعني عشان المستوحات صنعت على أب المرة بالمناسبة عليه عباء كثيرة جدا فالأب اللي هو الزوج بقوة الشرع دون إسناد من أحد لا قاضي ولا غيره يملك شيئا يسمى الولاية الشرعية ما الولاية الشرعية؟ أيوة سلطة مباشرة للإنسان على شيء معين دي اسمها الولاية في اللغة يعني ذلك نسمي الوالي الوالي جاية من الولاية التسلط على المجتمع بتنظيم فكره وأحواله وحمايته فسميه وليا من هذا المنطلب وكذلك ولي الأمر آه وخبال حضرتك فجاء متاخذ ولي الأمر ومتاخذ حاجات كثيرة في هذا المقام يعني سلطة؟ سلطة مباشرة للشخص على شيء معين سواء كانت السلطة دي على إنسان أو على مجتمع فالمجتمع الوالي طب الإنسان الزوج أو الأب يعني الزوج له سلطة على زوجته وعلى أولاده وعلى أولاده سلطة شرعية من اللي عطاه له ربنا؟ بمجب إيدك أو شوف ساعدتك لما ربنا زيما حضرتك قلت جاب أية القوامة الرجال قوامون على النساء أليس من مستلزمات القوامة الإشراف الكامل على الأسرة إنفاقا وتربية؟ بلى نعم ومش لازم يكون للوفز كلمة الولاية جات في الكرآن لا نقول بلى عشان ما يبقاش نفي لا نعم صحيح يعني للرجل أنا سأشغب عليك هنا الولاية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقه الآن الزوجة تنفق من أموالها هل يكون لها الولاية؟ لا لماذا؟ هي بتنفق تفضلا وليس الزاما بمعنى وجدت أن زوجها الزوج ينفق إيه؟ الزوج فقير والزوجة وجدت أن الأسرة ستنهار لضعف إقصادها وهي غنية أو لديها راتب كبير فتفضلت لإنقاذ أولادها وزوجها وأنفقت هنا بيتدخل الفقهاء ويقولهم من حق الزوج أن تستند ما أنفقته ويعد دينا في زمة الزوج إلا إذا أبرأته منه فعلا؟ ده رأي الراجح لا على رسلك مرة ثانية هذا على مسؤوليتك دكتور نجيبا دعم يا فندم ده مش رأيي ليس من كيسك يعني من يمشي الرأيي يعني إذا أنفقت الزوجة على بيتها وعلى زوجها تفضلا تفضلا هذا دين على الزوج؟ دين على الزوج وإذا مات دون رده أخذ من تركته الله أكبر ما لإيه؟ لها هي قبل توزيع التركة؟ هي دين بيجي قبل التركة زوجة حضرك عالي ما الحياة الزوجية كيف تكون الاشترافة؟ جميل عدك بتفضيلة جميل إذا كانت الزوجة ست منبسطة وراضية وتعرف تقلبات الحياة فقالت لا جي رجع لها قالت له لا لا أنا أبرئك دون ولادي هو أنا أصرفت على حد غريب فالبقى إيه؟ أسقطت الدين بإرادتها شفت بقى على رسلك أرجوك ده موضوع خطير كل الفقهاء يعني إذن في بيوتنا الآن إذا الزوجة ساعدتني بفلوس هذا دين في رقبتك؟ هذا دين لأنه مش واجب عليها إما أن أستميحها عضرا في عدم سادة أو أسد أيوة إنت اللي واجب عليك الإنفاق فإذا ما طيب أليس هناك دعوة نفقة؟ ده زوجة بتخلق مع زوجته عشان تصرف تلاقي فيه ورقب طيب ده غنط كل دي مخالفات ده مخالفات للأصل في الشراء الإسلامية إنت قادر زوجتك ما تنفقش تفضلا أهلا وسهلا اتفاقا يعني يا جماعة نتعاون مشاركة ماشي إنما فرضا لا ولذلك أليست الزوجة تذهب للقاضي وهي زوجة وتطلب منه أن ينفق عليها الزوج لأنه بخيل أو مقطر وتاخد حكم نافئة وهي زوجة يبقى ده وجوبة أنا لا أهو يبقى ده مستمد من الشر إذن دي مسألة يعني حتى لو أنفقت الزوجة هذا دين في رقبة الزوج يتفاوطي مع زوجات ليس فرضا عليها أن تنفق ليس فرضا وإن قرار تشتغل وتجيب فلوسك وتاخد ومرتبك يعني أقرار زي ما مليه خاص بيها طبعا الديانة الوحيدة والدولة والقانون الوحيد اللي هو القانون الإسلامي في العالم كله الذي يجعل المرأة زي ما مليه مستقلة هذا غير موجود في أرقى دول العالم زي بريطانيا مثلا يعني فلوس دوكت مش بتاعتمش حين ليه ما ليش دعوة بيها جايلي متجوزاني وعندها ورسم نابوه باسمها في البنك ما ليش دعوة بخالص ما ليش دعوة بيه اكتسبت منه أو حتى بتشتغل موظفة عايزة تعين رتيبها كله وما تصرفش منه مليه حقها لكن ماذا لو رضيت باطمئنان لأن زوجها مخلص وفقط على أن تساهم في الحياة الزوجية ليس فرضا وإنما تطوعا صدقة بقى وليه يا دكتور انفقوه على بيتها هو الأول في الدئدين فإذا رفضت أن تخذوا من الزوجة عند يساره يعد ذلك صدقة وعند الله سبحانه وتعالى أجروه عظيم بالمناسبة هل يجوز أن المرأة الزوجة تنفق زكاة مليه على زوجها وعلى أولادها؟ هي دي مسألة خلافية هو في قاعدة الأول نوضح للناس لا تجوز الزكاة لا من الأصول على الفروع ولا من الفروع على الأصول بمعنى؟ يعني الأب ما يدي الزكاة لابنه والابن ما يدي الزكاة لأبوه ولا الأمه لأنه يتلزمه نفقته يتلزمه قضاءا ورضاءا حلو؟ طب نيجي بقى للحواشي اللي في الأجناب هل تجوز الزكاة لهم؟ نعم أختي وأخويا وعمي وعمتي وخالتي تجوز لهم الزكاة طيب الزوجين بقى فيه خلاف فقهي خلاف بيقول أنه الإنفاق واجب على الزوج فكيف يعطي من يجب عليه الإنفاق زكاة لزوجته؟ طب الزوجة أيوة ما ليست فرضا الإنفاق واجب الإنفاق طيب الرأي الراجح بيقول دي يا جماعة تعد من باب المودة والمحبة والهدية والهبة يعني ما هي الزكاة لأنه هناك أناس أحوج لهذا المال الفقراء اللي هم صار في الزكاة الثمانية والبعض قال طب ولماذا نعد الزوج باعتباره رحيما فقير الحال وفقيرا فنساعده ونختصم ذلك من الزكاة فهناك آراء تقول بهذا الرأي كدكتور نجيب بعضين تميل إلى أيها معشان مشاهدين يا عرامي لا أنا عايز أخلي الزوج في مرحلة تعفف وما فيش حد ماسك عليه حاجة بمعنى دايما كده رفع راسه أنه هو المنفق على البيت وهو صاحب الهيمنة فعندما أناسمح للزوجة تدينه زكاة والزوجة بطبيعتها أو المرأة بطبيعتها بيقوله في اللغة العامية عيارة يعني عند الخلاف هتقوله إيه يالي ويا كنت بديكه بطبيعتها خاني معايا وأنا بديك زكاة مالي ده أنا مأكلكم شراباتك فتحرزا عن ذلك لأن الناس كلهم مش أسوياء ولا مثاليين بهذا القدر في صحبا يا ستة أنا متعقفف عن هذا وأشكرك ولو جبت حاجة في البيت وأنا كنت جانا وأجيبها ديكي تمانا إنما أنا بشوف زوجته هل الشرع يلزم الزوج بالإنفاق على بيتي من الألف إلى اليأة؟ نعم هذا هو الطبيعي نعم ولذلك قسم الشرع الحالة المادية إلى حالة اليسار وحالة الإعصار وحالة التوسط كل ينفق لينفق ساعة من ساعة كل واحد حسب إمكانياته ما تبلغش الزوجة وتطلب منه ينتقل من مرحلة لمرحلة وهو إنسان غير قادر طبعا يسرق وحصل هذا مع نساء النبي نعم الله يكرمك الله يكرمك يا نساء النبي طيب هنيجي بعد كده نقول حالة لا اليسار أي قد الاعصار الاعصار إن الرجل يدوب دخله على قد النفقة ما تطلبش منه بقى يعني لا يكلف الله نفسا إلى وسعها متوسط ننتقل لمرحلة التوسط بدل ما تجيب فستان بـ 200 جنيه مثلا ده 8 فستان الفقراء هاتي بـ 300 لكن ما تجيبه شابه 5000 اللي جاي من باريس المسألة وذلك العرف يا دكتور محمد من أهم مصادر الشرع الإسلامية العقلية ولو كان العرف ضد الشرع العرف ما يتصدمش مع الشرع أبدا لأن العرف الشرط الأساسي به ألا يخالف نصا ما هو العرف؟ العرف هو اضطراض اضطراض بمعنى تكرار مش ده السلو بتاعي يقولك سلو بلدنا كده يعني لا مش بالضبط يعني هو يمشي في اللغة العامية سلو بلدنا يعني عرف بلدنا لكن التعريف الشرعي له هو اضطراض عادات الناس على سلوك معين حتى يصبح عادة دائمة زي؟ في مزان الشرع مقبول أو غير مقبول يبقى عرف ويأخذ به؟ إذا كان مقبول يعني لو الناس اصطلحت على التبرج مثلا لا 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 ما أنا قلت بشكل ألا يخالف نصا هيبقى عرف فاسد اللي حضراتك بتقوله ففيه عرف صحيح وعرف فاسد العرف الفاسد ليس محل اتفاق خالص هل نستطيع أن نقول العادات والتقاليد تؤخذ بقى في مدان الشرع؟ العادات لو تحولت إلى عرف الصلعة ده ممكن تحصل مرة واحدة أو مرتين إنما العرف ده مضطرد يعني مشتديم ولذلك الإمام الشافعي لما جيه مصر التزم بعرف المصريين وما كانش موجود في العراق اللي هو كان فيها في الأول بس ما كانش بيصطدم مع نص من الشريعة مفيش اصطدام مفيش اصطدام نشرت آه يعني مثلا وافق على الشبكة الزهبية وما كانش موجود اللي في مصر عرف المصريين كده واخدينه عن الفرعن طيب هو قالت ابو داية عرض ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال التامي صلى الله عليه وسلم لها صدى في الشرع لها صدى وسيدنا عمر لما حبي يأيد المهر وقفيت للسنت في الجامعة واعترضت وقالت يا عمر كيف يقول الله وقاتيتم إحدهون كنتارا وتريد أن تقيد علينا فقال لها أصابت امرأة وأخطأ عمر هذه رؤية صحيحة دكتور الرؤية هذه صحيحة والله دا مشهورة دكتور محمد مشهورة جدا في نفسي منها شيء معلش هي مشهورة يعني معنى ايه في مواقف ناس بتقوله وناس بتأطرق إذن القوامة في البيت للرجل نعم هل يجوز شارعا أن تكون المرأة دا حيبقى زي ما تقولي السير عكس الاتجاه السير عكس الاتجاه والاتجاه أن الراجل هو القيد فييجي الراجل لمؤاخزة يتكاسل لا يبحث عن عمل عايز ينفق على شهواته أو إذا كان مدمن أو غيره غيره وقعت في البيت والست بتخرج تشاله وتتديله طيب هي بقت كده القوامة ليها في البيت هل دا أمر مألوف ولا عكس الاتجاه عكس الاتجاه طيب خلنا ناخد من حدك تعرف كده جميل بسيط مبسط للقوامة ما مفهوم القوامة القوامة بين الزوجين غير القوامة بمعنى فرع من فرع الوصاية لا القوامة في الزوجية يعني رجل قوام رجل قوام أي يتحمل جميع أعباء الزوجية من رعاية ومعاملة وإنفاق مالي يشمل المطعم والمسكن والمشرب وفقا لقدراته المالية إذن القوامة تكليف وليس التشريف الله يكرمها في خدمة أهلية الله يكرمها طيب الفرق بين القوامة والوصاية آه لا دي حاجة تانية خالص بقا سكة تانية خالص جميل مالك القوامة اللي احنا قلنا عليها بين الزوجين لا علاقة لها بالوصاية إزاي؟ الوصاية دي عبارة عن إسناد الإشراف على القصر من الأبناء لطرف ما إذا كانش فيه طلاق إذا ما كانش فيه طلاق ما اسمهاش وصاية الأب اللي بيشرف يبقى اسمها ولاية آه جميل هتفضل معاها إذا العلاقة الزوجية قائمة اسمها ولاية ومحببة وهدئة ومثالية يبقى ما فيش حدي خالص يقدر يقول للرب ما تشرفش لا على التربية ولا على المال فيجمع الأتنين مع بعض طيب حصل امتصار الوصاية والولاية آه أيوة ينضمان معا عندما تكون الأسرة مستقرة تمام طيب حصل بقى إيه عكس ذلك لا قدر الله آه إما بالفرقة اللي هي الطلاق أو التطليق أو غيره وإما بالوفاة هو إيه الفرق بين الطلاق والتطليق التطليق نائما يكون بيد القاضي لأن فيه كلمة حتى إيه نوع من الغصب أجبرك على الطلاق فيه تطليق تفعيل آه يعني التطليق سلطة القاضي أو يحكم بينهم بالتفريق بالتطليق بالضبط اسمه تطليق تمييزا لو عن الطلاق لا ده ما بيطلقش أصلا لا بيطلق طب ما هو بطلق مش الذي يطلق هو الزوج بس الأصل أن الطلاق بيد الرجل لأن الطلاق هو عبارة عن تصرف بإرادة منفردة بيد الزوج كما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم ولكن بالتالي ليس من أي حق يطلق يعني ما فيش قد يقول مربطة طلق بالله لا 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 خالص ده بقول في الحكم بتاعه إيه ومشان المعمول بي في المحاكم ما أنا جاي لساعدتك هو بقول بعد التحريات أيها وشبوط أن الرجل مخطئ وكذا وكذا حكمنا بالتفريق بين الرجل والمرأة طلقة بقنا ولأسباب معروفة في الفق الإسلامي ده اسمه يبقى الطلاق ولا تطليق ده تطليق مش طلاق لأنه مش بإرادة الزوج طب هنا الزوجة تطلق شرعا تطلق جزها؟ لا الزوجة تطلق تصبح مطلقة من زوجها وإن لم ينطق هو كلمة الطلاق يعني لو ما قالتك أيوة زي ما قالتك ما قالتك أن تطلق جاي لك أهو بقول أهو حكامنا بالتفريق يعني بالتطليق بالفصل بينهما ماشي ده حكم القضي بس مش فروض الزوج يقول لها أن تطلق جميل هنا بقى تيجي حتة الولاية اللي نتكلمها في حلقتنا أيوة الولاية إما ولاية عامة وإما ولاية خاصة الولاية العامة هي ولاية الحاكم ولي الأمر ده أعلى سلطة في البلد رئيس الدولة هو الوالي العامة على الدولة بتتفرع على الولاية العامة ولايات خاصة من بين الولايات الخاصة هو مش الولي الشرع ده هو القضي لا رئيس الدولة رئيس الدولة ده الولي كان يطلق في صدر الإسلام أحيانا حاكم الولاية أو حاكم المدينة المتفرعة عن الدولة الكبرى الأمير يعني يعني ما هوش الولي العام الولي العام خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتفرع عنها بقى عايز يعمل قضاة والقضاة في بلاد مختلفة فيحمل هذا القاضي صفة الولاية الفرعية الذي أعطاها له الحاكم العام اللي هو الولي العام في مقتضاة هذه الولاية فيها نوع من التفويض يحل فيها القاضي محل الزوج فيه تنفيذ كثير من الأمور فيحكم بالنفقة يحكم بالطلاق يحكم بكذا كذا كذا لأنه معاه ولاية سلطة يعني العامين وإنت أبس زوج ورفض رفض يعني يلجأ القضاء رفض أن ينفذ حكم القضاء حيتحبس يعني لو القضي طلق الحكمنا بالتطليق طلق قبائنا نعم وذلك ألمس مطلق من لحظة صدور هذا اللفظ من القاضي أزوحت المرأة تبدأ عدتها فور وإن لم يطلق زوجها يخبط دماغه في الحيط لأن الطلق ده طلق بائن طلق القاضي قانون سندس ده دكتور ماشي طلق القاضي طلق بائن يعني بائن يعني إيه طلق المكره هذا زوج مكره ده مش مكره يا باشا ده بعد التحريات وبيقول له أنت معترف بالأخطاء كتاعتك كذا كذا والتحريات جات من المباحث وكذا ومرتبك في الكلية كذا وانت مش راضي تدي لزوجتك كذا خلاص أتحر إذن أنت مخطئ أيوه ويترطب على ذلك أننا رؤت للزوجة حقها في الطلاق طلقة بائنة هو بقى أنا بفترض محطة جد جيز زوج قال مش مطلق ما ينفعش ليه؟ لأن الشرع كلف القاضي باعتباره وليا خاصا عن المسلمين فوضه في إصدار بعض الأحكام الشرعية رغما عن الزوج زي بالزوج هل يحتمل أن يكون هناك ظلم من القاضي مثلا؟ طب لحظة لو خليها بانيش ع حوال شخصية خليها قضية الدين ماشي والقاضي تسبت بأن الدين ده قائم وفيه سند وفيه كنبيانة وفيه شهود وكل حاج فلما يحكم بحبس المدين المماطل حتى يجبره على سند الدين وعمل الدين قاله ما نجدافع برضه اتفضلت حبس الدين مختلف لأن الزواج الذي يملك عقدة النجاح هو الزوج ما هو إحنا من بيملك من بيملك الحلول محل الزوج في إبرام عقد الزواج وفي الطلاق وفي التطليق وفي الخلح القاضي مفروض لا أحد يا الزوج وليه نفسي القاضي يعني أن الزوج متعسف ورفض إعطاء المرأة حريتها وهو ظالم يبقى ألجأ لمين ومش الحديث النبوي يوجهنا لذلك قاله طلقها الحديث يقول إيه فإن اشتجروا مين اللي اشتجروا الزوج والزوجة اختلفوا فالسلطان وليه وملا ولية له بصريح الحديث أصبح القاضي وليا يقوموا بالحلول لمحل الزوج إذا حكم القاضي بالتطليق ليس شرطا أن يقر الزوج بالطلاق أو لا لا وقع الطلاق خلاص هو استنفت سلطاته من ساعة ما الزوج قال طالق تحسب عدته بمجرد ما ذهبت للقاضي انتفت سلطات الزوج انتفت سلطاته لا هو ده للشرع يا باشا انت رايح للقاضي هو ده الشرع أصلا ليس بالقانون الوضع والقانون الوضع متاخد من الشرع في مسألة حول الشخصية مسألة واضحة مش راحت والرسول قال له طلقها إن شئت الرسول محكمش ده الكلام ده كان في الخلع وده قضية كبيرة جدا إن شاء الله نعمل لها حلقة هل القانون المصري متوافق مع الشرع في الخلع ولا لا ممتاز طيب هنا نعمل لها الولاية إذن تسقط ولاية الزوج بدخول القاضي في الموضوع بالنسبة للطلاق آه جميع وبالتالي بقى الوصاية تترتب بعد الطلاق وبعد ما حصل امتصال سواء بالتطليق أو بالطلاق أو بالخلع أو بأي حاجة من دول عندنا فيه أولاد ما مصير لإشراف على الأولاد مش كان الأب قبل الطلاق بيشرف على الولاية التربوية والولاية المالية سليم اللي اتنين مع بعض نعم وكنا بنسمونه ولاية وما بنجيبش سيرة كلمة القصاية دخاله حلو لما الراجل طلق بتنفصل عنه شق من الولاية آه بيتنفصل عنه لا مش الولاية بتنفصل عنه الإشراف المالي ما الولاية لها شقين شق تربوي وشق مالي تمام مش كده سليم طيب الشق التربوي خلاص الزوج طلق والولاد حيابوا في حضانة أمه ده ده القانون والشارع والشريعة برضه والشريعة الأطفال لا مهد راح أتاء واحدة واحدة كده عشان حاضر بوريك تحضر لك الخير لو زوج طلق زوجته الأولاد شرعا لو كانوا قصر قصر لحد كم سنة القصر لحد ما يبلغ سن الرشد القانون عامل سن الرشد 21 سنة وده طفل يا دكور ده ماشاء الله ده رجل الشريعة مختلفة مع الشريعة بقى سن الطفل تختلف الشريعة عن القانون في سن البلوغ والرشد الشريعة كم الشريعة وحدت وحدت بمعنى الإنسان إذا بلغ سنا معينا صار بالغا في كل أمور حياته في الزواج في الإدلاق بصوته في الانتخابات في المسئولية الجنائية في المسئولية المالية ده في الشريعة للولاد والبناء الغالب عند الفقهاء الوقتي واللي باخد بور قانون 18 سنة يخرج الإنسان من الطفولة إلى كلمة بالغ ذكر أو أنثى أي ذكر أو أنثى ليس بالبلوغ الجنسي أو الحيض بالنسبة للبناء لا يختفت القانون إلى البلوغ الطبيعي أنا أتكلم الشرع الشرع البنت تبلغ إذا حاضت البلوغ الطبيعي يؤطي للصغار حقوقا كثيرة لا يعطيها القانون وإن كان الشرع لا يمانع مثلا حاجة زي التصرف في المال فالقانون عمل 21 سنة الشرع عمل كنسر الشرع بدأ بلغ وبدأ نقول له الجوز ودي صوتك في الانتخابات ولو قتلت واحد تبقى قاتل ما ياخد كمان الإشراف على ماله لكن التطور الزمني جعل أنه مفيش ولد عنده 15 سنة اللي هو السن المعتد للبلوغ في زماننا نقول له خذ 2 مليون جنيه انت وارسهم عن أبوك تصرف فيه ولما لا إذا كان هذا هو الشرع والله الشرع يقول كده صح بس أن العرف بيغير أو بيقيد المباح العرف وهل هذا من سلطة ولي الأمر سلطة ولي الأمر أن يقيد المباح أيوة أيوة يقيد المباح لمصلحة الغير أو لمصلحة الجماعة فالولد ده ما يقدرش يعمل شركة ما يقدرش يتعاقد في صفقات كذا كذا فقال له انت ناقص الأهلية لحد دلوقتي ما تبلغ 21 سنة وده الحتة اللي احنا مختلفين فيها مع القانون لأنه 20 سنة كتير قوي ده راجل ما شاء الله ده وكيف تعطيه الحق في الزواج وتحكم عليه في الجنايات ولا تعطيه الحق في صحب ماله وهذا التنقض القائم بين القانون وبين الشعر طب إذن في دقيقتين هنا يأخذ الوصاية إذا كان الأولاد قصر فحق الأم الأولاد حيروحوا بالأم الولاية التربوية ده شرعا أه حتيب أديس اسمها إيه بقى اسمها الحضانة أنا بس أريد أن أخذ بين الشرع والقانون طالما قصر مع الأم ده شرعا ولا قانون لا الاتنين لأن الطفل إذا بلغ في معظم الأرى الفقهية إذا كان أقل من عشر سنوات كل المذاب الفقهية ومنهم الموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عمر عندما اختطف ابنه من على كتف زوجاته لأم عاصم فقال له لريحها وحنانها أطيب عند الله من أخذك له وخبالك فقال إن الولد لحد عشر يدلل ويهدهد ولا ينام إلا مع أمه ولا يشفى من مرضه إلا بيد أمه فإذا تخطى سن العشرة صار صبيا مميزا ومعنى مميز يعني يقدر يفهم ويقول عايز أبوي أو عايز أمي يخير أيوة فالحضارة فالحضارة كل تشرع لحد سن عشرة وكان تمانية قبل كده عند بعض الفقهاء قالوا ده يبقى مع أمه ليه؟ هو ده السن الهدهدى والتدليل أما بعد العشرة سن الخشونة والتقويم فده الشرع يخير إذن حتمفصل حتمفصل الولاية التربوية عن الأب وتروح للأم اسمها إيه بقى؟ العملية دي حضانة اسمها حضانة يبقى الحضانة لحد كم سنة؟ الحضانة بقى القانون بقى مختلف فيها حدد؟ فيها مسألة فيها مشكلة ليه؟ لأنه حدد ستطور في القانون بتاع الأحوال الشخصية وهو ليس من عندياته وإنما فضل أن يأخذ ببعض الأراء أو المزاهب دون البعض الأخر فهي مسألة اجتهدية حتى لا نظلم القانون بدايات القانون للأحوال الشخصية لما طلع الأقصى سن للولد 8 سنين فإذا وافق القاضي على مد المدة بتاع 8 سنين يبقى 10 سنين والبنت البداية لحد الأقصى 10 سنين فإذا وافق القاضي على مد المهلة يبقى 12 سنة دي أقصى حاجة كانت في القانون في مراحل السابقة دخل على القانون تعديلات مختلفة فرفعوا كلمة 10 و 12 إلى 15 وقالهم في السن دي بقى والولد فاضل مع أمه من الأول لحد الخمستاشر يخير طبعا بعد الخمستاشر سن يخير بعد الخمستاشر يقول يستمر مع أم يستمر مع أبو في الغالب والعام يستمر مع الأم لأنها صاحبة الحنان والرعاية والأخوال غير الرجال وغير الآباء فالحقيقة مطعن على القانون أنه شبه جعل الحضانة مستديمة للطفل والفتاة لحد البنت لما تتجوز 21 سنة يبقى خرج تماما عن رعاية الأب في هذه الحالة إلا أنه ينفق عليه بس أحسن ترك من في الحلقة القادمة مع هذا مطعن على القانون وكيف نوجهه حتى يتمهى مع الشرع الحكيم شكرا لساعدتك الله يكرمك ربنا يبارك فيه وفيك بارك مجاهدين الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جماعة ضيفنا الكريم العالم القليل الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بكليات الحقوق جامعة القاهرة الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإستامية شكرا لك سيدا الله يبارك فيك وفيك بارك وحتى الضمان للقوة الجديدة شكرا لكم شكرا لكم